كانت وصية الملك أغون تحمل أهلك السموم التي عرفها العالم والتي عانت للمملكة الدم والنار لخمسة أجيال أهلا وسهلا بكم في قناة وستروس معكم سالم أقدم لكم اليوم الجزء الأول من سلسلة ثورات البلاكفاير هذه الحلقة برعاية ستوري تيل وهو تطبيق يقدم الآلاف من الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية والبرنامج له عدة مزايا منها تحمل الكتب والاستماع لها أيضا الاستماع بسرعة المناسبة ويمكنك حفظ المكان الذي توقفت عنده وبالتأكيد رواية أغنية الجليد والنار هي أحد الخيارات الموجودة تستطيع الاشتراك مقابل عشر دولار شهريا ويوجد فترة مجانية مدتها أربعة عشر يوم ونتمنى أن تحوز الحلقة على إعجابكم إنه مايستر تعلم وتدرب في قلعة البلدة القديمة العظيمة وهناك طوق عنقه بسلسلة جماعته بعد وفاة أباه الملك في سير السرقيرين الثاني في عام 172 بعد الفتح جلس إيغون الرابع من اسمه على العرش الذي كان يطمح إليه كصبي وأصبح الملك الذي لم يستطع أن يحكم نفسه شهواته كلها تسيطر عليه تماما ومع مرر الوقت لم تكن تعرف الحدود وفساده أدى إلى أعمال لم تضرب العالم منذ أجيال سرعان ما ملأ إيغون بلاطة لرجال لم يتم اختيارهم من أجل نبلهم أو إخلاصهم أو حكمتهم ولكن من أجل قدرتهم على تسليته ومجاملته وكانت النساء في بلاطة إلى حد كبير يفعلون شيء نفسه يتركونه ويخمد شهواته على أجسادهم في كثير من الأحيان كان يأخذ من عائلة النبيلة ويعطيها أخرى كما فعل عندما أخذ التلال الكبيرة المسمى بالحلامات من آل براكين ومنحها لآل بلاكوود ومن أجل شهواته أعطى كنوز لا تقدر بثمن كما فعل عندما منح يده اللورد باترويل بيضة تنين مقابل الوصول إلى بناته الثلاثة بالنسبة للعامة ربما كانت فترة حكمه مصدرا للتسلية والإثارة وبالنسبة لللوردات الذين لم يقوا في البلاط ولم يرغبوا في تسليم بناتهم له ربما بدأ قويا وحاسما طائشا ولكن غيره مؤذيا لحد كبير لكن لمن تجرأ بدخوله دائرته كان سريع التقلب للغاية جشع وقاسي ادعى إيغون أنه قد نام مما تسعمائة امرأة على الأقل لكنه كان يحب حقا تسع فقط لم يتم احتساب الملكة نيرس أخته وزوجتها بالطبع جاءت العشيقات التسع من القريب والبعيد وأعطاه البعض أطفال النغال ومع ذلك واحد من هؤلاء الأطفال جاء من امرأة ليست من عشقاته التسع الأميرة داينا ابنة عمه كان ديمون ووترس هو الاسم الذي أعطته داينا لهذا الطفل لكنها رفضت تسمية الأب ولكن حتى ذلك الحين كانت تورط إيغون مشتبهم به نشأ ديمون في القلعة الحمراء تم إعطاء هذا الشاب الوسيم تعليمات من أشد الميستراتي حينكا وأفضل سادة السلاحة في البلط بمن فيهم الفارس الناري السركونتين بول كما يعرف بفايربول لم يكن ديمون يحب شيئا أفضل من القتال ورأى كثيرون فيه محاربا وأنه سيكون في يوم ما فارسة نين آخر قام إيغون بتنصيب ديمون فارسا في سن الاثنى عشر عندما فاز ببطولة لمرافق فورسان وفعل غير متوقع وصدم أعضاء بلاطه وعائلته والمملكة أعطى نغله ديمون ووتورس سيف بلاكفاير سيف إيغون الفاتح ومنحه الأراضي والعلقاب وأخذ ديمون من البلاكفاير اسم الله كانت الملكة نيرس وهي المرأة الوحيدة التي كان ينام معها إيغون الرابع ولم تكن تسعده تقية ولطيفة وضعيفة صفاته لم تعجب الملك أثبتت الولادة أيضا ضعفة نيرس عندما ولد الأميرة ديرون وبعده بتسعة عشر عاما الأميرة دي نيرس حذره الميسترات من أن حملا آخر قد يقتلها أخبرته نيرس أنها قامت بواجبها تجاهها وطلبت منه أن يعيش كأخ واخت لكن إيغون استمر في أنهم يفعلون هذا وأصر على أخته أن تؤدي واجباتها لبقية حياتها وقد اشتادت الأمور بينهما أكثر من غمير إيمون شقيقهم الذي كان لا ينفصل عن نيرس عندما كانوا صغارا كان استياء إيغون من شقيقه الفارس التنين النبيل والمشهور واضحا للجميع اتهامات الزينة الكاذبة على الملكة نيرس مع إيمون ادعاها السر مورقيل هاستويك لكن في الحقيقة الملكة هو من أثارها وإن كان في ذلك الوقت ينفي ذلك دافع الفارس التنين عن شرف أخته الملكة وقتل السر مورقيل بمحاكمة بالنزال أصبحت مشاحنات الملك مع أهله تزداد سوءا بعد أن كبر ابنه الشرعي ديرون ليعبر عن أرائه شاءت اتهامات الملك بأن ديرون هو أب النغل من إيمون ونيرس في نفس وقت خصامهم حول خطط الملك لشن حرب غير مبررة ضد دورن موطن زوجة ابنه ماريا مارتل كانت هذه أيضا المرة الأولى ولكن ليست الأخيرة التي هدد فيها إيغون بتسمية أحد نغاله وريثة بدلا من ديرون لحسن حظ المملكة أثبتت خطط الملك لغزو دورن في عام 174 فشلا ذريعا على الرغم من أنه قام ببناء سطول ضخم معتقدا أنه سينجح كما فعل ديرون التنين الشاب إلا أن السفن تحطمته غرقت بسبب العواصف في طريقها إلى دورن انتهت فترة حكم هذا الملك الغير جدير في عام 184 بعد الفتح عندما كان الملك إيغون في التاسع والأربعين من عمره توفي بموتة شنيعة حيث لم يعد يستطيع رفع نفسه من أليكته كان آخر فعل له قبل وفاته إظهار وصيته وفيها أهلك السموم التي عرفها العالم شرع جميع أبنائه بالنسبة لنغاله فذلك يعني لهم الكثير وبالنسبة للمملكة فهذا يعني الدم والنار لخمسة أجيال غادر الأميرة ديرون دراجونستون في غضون أسبوعين بعد أن علم بوفاة أباه وتوجه بسرع من قبل السبتن الأعلى في القلعة الحمراء اختر أن يتوج بتاج والده قرار يهدف على الأرجح في إزالة أي شيكوكم تبقية بشأن شرعيته ثم صحها ديرون بسرعة العديد من الأشياء التي أخطأها أجون فبدأ بطرد جميع أعضاء مجلس الملك الصغير واستبدلهم برجالهم من اختياره كان يعي واجباته تجاه المملكة وسعى لتحقيق الاستقرار في أعقاب وصيتي أجون على فراش الموت على الرغم من أنه لم يستطع ولن يستطيع إبطال رغبات والده الأخيرة إلا أنه فعل ما يمكنه بأن يبقي النغال العظماء قريبين وتعامل معهم بشرف وقد دفع المهر الذي وعد أجون بدفعه لحاكم تيروش وهكذا رتب زواج أخاه غير الشقيق ديمون بلاكفير من روهان من تيروش كما أراد أجون كان السر ديمون في الرابعة عشر فقط عندما تزوج وفي يوم زفافهم منح ديمون أرض بالقرب من خليج المياه السوداء مع حق بناء قلعه قال البعض أن الملك فعل مثل هذه الأشياء لتأكيد حكمه وشرعيتي على النغال العظماء وقال غيرهم لأنه كان لطيفا وعادلا كان زواج الملك من ماريا الدورنية الآن ملكة الممالك السبع سعيدا ومثمرا وكان واحدا من أول أفعاله الهامة بعد توليه العرش بدأ المفاوضات مع شقيق زوجته الأمير مارون مرتل لتوحيد دورن تحت حكم التارغيريان سنتان من التفاوض في وقت لاحق تم التوصل إلى اتفاق وقام الأمير مارون بخطبة شقيقة ديرون دينايروس وبهذا الزواج ركع مارون وأقسم بالولاء أمام العرش الحديدي وهكذا توحد العالم من الجدار إلى بحر الصيف كما كان أجون الفاتح يحلم ذات مرة وفعل ذلك من دون التكلف الفضيعة لحياة سميه التي دفعها ديرون الأول من اسمه أو كما يعرف بالتنين الشاب ومع ذلك فقد فاز الأمير مارون ببعض الحقوق في الاتفاق ومنح لوردات دورن حقوق كبيرة لم تحظى بها العوالي العظيمة الأخرى أولا الحق في الاحتفاظ بلقبهم الملكي الأمير وأيضا الاستقلالية بقوانينهم الخاصة والحق في جمع الضراء بالمستحقة على الأرش الحديدي وغيرها الكثير الاستياء من هذه الحقوق كان أحد الشرارات الأولى التي أشعلت ثورة بلاكفاير كما كان الاعتقاد بأن دورن كان لها تأثير كبير على الملك لأن ديرون الثاني جلب العديد من الدورنيين إلى بلاطه وبعضهم حصل على مناصب تذكر استقر حكم ديرون بسرعة في المملكة وسرعان ما أصبح يطلق عليه اسم ديرون الخير من قبل العمى والنبلاء على حد سواء كان ينظر إليه على أنه عادل وحسن النية حتى لو كان البعض يشك في تأثير زوجته الدورنية عليه على الرغم من أنه لم يكن محاربا اثنان من أبنائه الأربعة كان كل ما يمكن أن يتمناه في الفارس أو اللورد أو الوريث الأكبر الأمير بيلور فاز باسم بريكسبير أو كاسر الرمح في سن السابع عشر بعد أن فاز في دورة زفاف الأميرة دينيروس وهزم ديمون بلاكفير في المبارزة الأخيرة وابنه الأصغر الأمير مايكر أظهر براعة مماثلة ومع ذلك نظر الكثير من الرجال إلى شعر بيلور الداكن وعينيه وتمتم بأنه مارتل أكثر من أنه تارغيريان على الرغم من أنه أثبت قدرته على كسب الاحترام بكل سهولة بدأ فرسان والورداد تخوم دورن بعدم الثقة في دير وبيلور أيضا وبدأوا أكثر فأكثر بالنظر إلى الأيام الخوالي عندما كان الدورنيون عدوا يقاتل وبعد ذلك نظروا إلى ديمون بلاكفير الذي نمى طويلا وقوي نصف إله بين البشر وبسيف الفاتح بين يديه وتساءلوا زرعت بذور الثورة لكن الأمر استغرق سنوات حتى تثمر لم تكن هناك إهانة أخيرة ولا خطأ كبير دفع ديمون بلاكفير للتمرد لكن مناصر ديمون ادعوا أنه كان يحب أخته غير الشقيقة الأميرة دينيريس ومن المفترض أن الأميرة أحبت الأميرة النغلة بدورها إذا كان يمكن تصديق المغنين ولكن لا إيغون الرابع ولا ديرون الثاني كانوا على استعداد للسمح بهذه المشاعر أن تحكم مسائل المملكة إذا كان كل شيء حقا لحب دينيريس كيف مرت ثمانية سنوات قبل أن تحدث الثورة خاصة أن روهن زوجته قد عطته بالفعل ابنين في نفس عام زفافهم التوأم إيغون وأيمون وستة أبناء وبنتين على الأقل خلال الأعوام القادمة ودينيريس أيضا أنجبت من الأمير مارون عدة ورثة في الحقيقة نامت بذور الثورة بسبب إيغون الغير جدير لأنه كان يكره الدورنيين ويحارب ضدهم وأولئك الذين أرادوا عودة تلك الأيام لن يكونوا سعداء أبدا بهذا الملك المسالم سهل عديدة من أشهر المحاربين إلى ديمون بمعارضتهم السلام مع دور في البداية لم يكن ديمون بلاكفير يستمع لمثل هذا الكلام من أجل تفخره بعد كل ذلك مرت سنوات بين أول الرجال الذين همسوا في أذنه والتمرد الفعلي لكن من الذي جعل ديمون يطالب بالعرش من المحتمل أن يكون إيغون ريفرز المشهور بالفلاذ العليم وهو الأخ الغير شقيق والأصغر لدييمون بدأ إيغون في الضغط عليه بالمطالبة بالعرش وبشكل خاص بعد أن وافق ديمون على تزويج ابنته الكبرى كالا إليه من الأسباب أيضا هي أعداوة إيغون تجاه أخيه غير الشقيق برندن ريفرز والمشهور بالغراب الدامي الذي حلت والدته ميليسا بلاكوود محل والدت إيغون باعتبارها عشيقة والده المفضرة وزادت عداوتهم بعد أن اختارت شيرا سي ستار أختهم غير الشقيقة والجميلة برندن عليه حمس إيغور السموما في أذن ديمون ومعه جاء صخب الفرسان والأردات الآخرين في النهاية نمت بذور سنوات من هذا الكلام ثمارها واتخذ ديمون بلاكفير قراره ومع ذلك كان قرارا اتخذه بتسرع لأن الخبر وصل بسرعة للملك ديرون بأن البلاكفير يريد أن يعلن نفسه ملكا خلال شهر واحد وتمت الإشارة إلى أن برندن ريفرز كان له دور في وصول الخبر إلى الملك ديرون تم إرسال الحرص الملكي لإلقاء القبض عليه لكن تم إعلام ديمون مسبق وبمساعدة الفارس الشهير السركونتن بول استطاع الهروب من القلة الحمراء بأمان استخدم حلفاء البلاكفير محاولة الأسر هذه كسبب للحرق مدعينا أن تصرف ديرون كان بدافع خوف لا أساس له آخرون لا يزالوا يسمونه ديرون غير الشرعي تكررنا للاتهامات التي قالها عنه إيغون الغير جدير في السنوات الأخيرة من فترة حكمه أنه لم ينجبه ولكنه كان نتيجة علاقة محرمة مع أخاه وأخته عكس ديمون ألوان شعر تارغيريون لإظهار تنين أسود على حقل أحمر ما منحه لقب التنين الأسود ألن الثوار نغلا داينا ديمون بلاكفير الأول من اسمه الإبن الأكبر والشرعي للملك إيغون الرابع وبعض الثوار مثل السريوستس أوسغري والذي تحدثنا عنه بمقطع الليدي روهان وبر أعلن أخاه غير الشقيق ديرون النغل على مدار الحرب خضت معارك بين الثوار والحلفاء في أماكن كثيرة الوادي الأراضي الغربية وأراضي النهر والمرعى حاجم السر كوينتن بول الأراضي الغربية بما عدى إلى مقتل اللورد ليفرد على أبواب لانسورت بعدها هزم اللورد ديمون لانسر كان السر كوينتن قائدا رئيسيا لجيش البلاكفير لكنه قتل من قبل رامي من العامة مساء معركة حقل العشب الأحمر المعركة الأخيرة في الثورة في هذه الأثناء كان اللورد براكين يمر عبر البحر الضيق لتأجير المرتزقة لدعوى ديمون بلاكفير لكن العواصف أخرت عودته وعودت النشابين الميريين الذين استعجرهم الأمير بيلور كان قد ذهب أيضا جنوبا على أمال حشد الجيوش من دورن وأراضي العاصفة ليساندها للتارغيريان لم يتمكن جيش اللورد ليو تايريل المساند للتارغيريان من التجمع بسرعة كافية ليصل في الوقت المناسب للمعركة كانت المعركة في أواخر عام 196 بعد الفتح وتعداد الجيشين فيها غير معروف ولا مكانها لكن يقال أن التعداد كان متقرب وغالبا حدثت المعركة بالقرب من كينغز لاندينج قلب الطليعة في كل الجيشين تكون من الخيال المدرعين والخلف تكون من المشاه شاركت عائلة كوستاين بالحرب حيث قاد اللورد كوستاين الميسر لجيش البلاكفير قاد ديمون بلاكفير القلب مع ابنيه وقد أخاه غير الشقيق الفولاذ الأليم الميمنة شاركت عائلة أرن بالحرب حيث قاد اللورد دونيل أرن الطليعة لجيش التارغيريان وقاد الأمير مايكر تارغيريان المشاتة خلفه وبرينتر ريفلز مع جماعته من الرماه المعروفين بأسنان الغرب من العوائل الأخرى المساندة للتارغيريان عائلة باترول كاوزول داري تيمبلتن وكان فارس التسعة نجوم هو لقب لورد هذه العائلة وكان مشاركا في الطليعة جنبا إلى جنب مع لورد دونيل أرن أيضا عائلة هيفورد هايتاور لانستر ليفورد لوثستن مارتل أوكهارت بينروز تاربك تالي تايريل ويبر وينوود من العوائل المساندة لبلاكفاير عائلة براكن باترول هايتاور لوثستن أوكهارت أوزغري بيك رين شاوني سندرلاند تاربك يورنوود بدأ ديمون الذي كان لا يقفر ذلك اليوم الهجوم بطليعته حيث سحق طليعة اللورد دونيل أرن وقتل ويل وينوود وفارس تزعت نجوم قبل مواجهته مع السير جوين كوربري قائد الحرس الملكي عند العائل قتال مشهور بين الاثنين بسيوفهم العظيمة من الفلاذ الفاليري ديمون مستلا بلاكفاير وقوين مستلا سيدة البؤس دام قتاله مجدموي والطويل ساعة كاملة قبل أن يتمكن ديمون أخيرا من إصابة خصمه بجروح شديدة توقف ديمون بعد انتصاره واحتراما لشجاعة الفارس طلب من رجاله بأن يذهب به لميستره في الخلف بحلول ذلك الوقت كان بريندن ريفرس قد صعد قمة الجبل الباكي مع رفقته أسنان الوغراب حيث اكتسبوا أفضلية الرؤية وأمطروا موقع ديمون بالسهام لمح بريندن راية ديمون وقتل ابنه إيغون ثم أمطر ديمون نفسه بسبعة أسهم فقتله وعندما حمل التوأم الأصغر أمن سيف أبيه الصاقط قتله كذلك ومع سقوط قاداتهم بدأ الثوار بالفرار حتى تمكن الفلاذ العليم الذي كان قد قاد الميمنة في بداية المعركة من التقاط سيف بلاكفير وتحويل الهزيمة إلى هجمة هائجة على العدو في الجبل وكانت هجمة ناجحة كادت أن تقلب موازين المعركة والتحم شخصيا مع الغراب الدامي وأثناء القتال جرح الفلاذ الأليم عين أخيه غير الشقيق وبعدما سحق قوات بريندن اتجه لجيش ترغيرين الرئيسي وكان قريبا من الانتصار الساحق لو لا وصول الأمير بيلور بجيشه من لردات العاصفة ودور سحق بيلور جزء الخلف من جيش الثوار مما أدى إلى تشتيت خطوطهم بينما قام أخو بيلور الأصغر مايكر بحشد ما تبقى من الطليعة وكون درعا جداريا ليسحق بيلور جيش الثوار ضده وهو تكتيك عسكري أطلق عليه فيما بعد المطرقة والسندان مات عشرة ألاف رجل فيما سيعرف لاحقا بحق للعشب الأحمر لدموية ذلك اليوم كان من الساقطين ديمون الملك الذي حمل السيف وابنيها التوأمين أيغون وإيمون لكن أيغون ريفرز انسحب إلى إيسوس ومعه سيف الملوك بلاكفير وما تبقى من الجيش المهزوم بمن فيهم أرملة ديمون وأطفالها المتبقين وانتهت الحرب الأولى من تمرد أو ثورة بلاكفير لكن الصراع مازال مستمر والفلاذة الأليمة لن يستريح حتى يجلس نسلم من ديمون بلاكفير على العرش الحديدي ونحن نعرف وعنا تحت الذهب الفلاذة الأليمة